يا أخواني عبد الرحمن فيه مشكلة هي تعالوا لك ترامس كانت تزبيد على الهواء تبسطون علي أنتم أمس كانت تزبيد على الهواء جميل جدا طيب حلو وليتني فيه ولله والله العظيم ما عرفك تحب الحركات هذه عبد الرحمن يسولف مع عضليف ويتكلم لغة عربية في أصحاب أمس ماني موجود قبل أمس كل حلقات الماضية طيب أجي أنا بعده يا جمحمد نشبك معه لغة عربية نحوس ما شاء الله هو عديب وشاعر طيب عادية أقول لك إيش طيب الفتحة خليها كسرة والهمزة خليها شدة وكلك شبتك الله يسامحك ويسامحك ليش تصعبها شوف أنا أقول لك على حاجة التكلف أي واحد يتكلف هذا شيء مرفوض ما هو واقع ولا يعيش واقعيته لكن أنا من واقعيتي اللي يعيشها أني أقرأ مثلا في كتب أحيانا تتعلق باللغة وأحيانا بالفلسفة وأحيانا بالأدب وأحيانا بالسياسة وأحيانا بالاقتصاد فهذا التنوع يخلي عندي بعض المصطلحات اللي شوي ما تقراها الله في الكتب الشيء هذا أنا قدر الإمكان أحاول أكسره وأتكلم ببساطتي وإن شاء الله أني أنا كذا أحيانا أقول كلمة مثلا أقول إيش مأزاز يعني يخوني التعبير زي هذا نبي اللهجة الأصلية اللي تطلع وقت التعصيب هذيك لا اللهجة الأصلية حقة القبيلة قصدك أو لا إيش؟ نبي اللهجتي الأصلية حقة الجنوب يعني نبي اللهجتي أحس أني الآن أقدر أعيش بكل اللهجات سؤلوا هذا أنا أقول معك ما في شيء جديد يعني لا أبقى باللهجة محمد لا أبقى باللهجة جدا اللهجة بسيطة إذا أعلت الشعر نبي أنت وأنت تبرر تكلم لغة عربية فصحة فصحة وقد خذر طيب إيش المطلوب ن ETF الوليف اللي تصلف تحت الهواء نفسها ولا لهجة الحجازية لا بس لكن فطايف الكلام هذا ترى يعني لما يشوفون المشاهدين يعتقدون أني تحت الهواء تكلم بلهجة وهنا بلهجة لا 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 هذا الشيء غلط بس لأن لم أحادي يفهم غلط لا 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 أبدا أنا أتكلم كذا يمكن شخصية أحيانا فيها جانب جدي يا عيال اشبكم علي اشتويتكم اليوم انا اتكلم طبيعتي اطلع لكم ديواج اشتبكم علي اشتبكم علي لا من جد يعني انا قاعد اتكلم بطبيعتي مرغب بس في مصطلحات تطلع يمكن تتوقعونها صعبة شوية بس والله اني بكل بساطة اتكلم ليلة هلالله الله قابلك بأي شي تتسويه لكن لكل يوم طبعا هذه تمهيد لانه يحس ان احشرني لا تحاول تحشر ذاك اليوم انت قلت مثلا عند حاتم والله يومين ببالية بسألك عنها بخير انا خذيت منك لعطرة بعد عروس هذا حلو اوكي الثاني تقول ذبابته سيف مثل ويش حلو طيب انك حب انك قاعد تشوف جانب ايجابي انا اذا جيت اتكلم احيانا يمكن اضيف مثل يعني ذاك اليوم يوم ابغى اقول للحاتم ان نكون نسبيين لا الروح يمين ولا الروح يسار فقلت للموضوع على ذبابة سيف ما lasted؟ فيCE كان ذبابة سيف ؟ بس انا أرطبك ما على رضا لا 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 لم использовать وتي بان ذبابة سيف لح Container ذبابة سيف مقصود فيه حد السيف وهنا كلمة عادية مسل يعني تنقل الثانية اوشي الثانية اوشي يقول عنها هذيك عرفتها لا عطر بعد عروس مثل ينقل يعني إذا جاء بواحد شيء زين فيقولوا لا عطر بعد عروس بس والله إني أنا حسب أول ذبانة على السيف كذا لا يا قلبي دبابة السيف يعني قصدهم إذا واحد يبغي يتكلم عن نسبية شيء بين يعني توازن إيه يتكلم عنه يقول موضوع مثلا على دبابة السيف الموضوع مثلا زي ما واحد يعبر يقول موضوع ما يتحمل أكثر من كذا فما أشوف أني أتكلف ولا شوفني قاعد أتكلم بطريقة غريبة لا مو غريبة لا مو غريبة أتوقع عني طبيعي إذا عندكم استفتان سوي على السناب وما عندهم مشكلة بس أنت كتبت فصيح كثير صح أي هذا اللي يقول أتوقع تعلمك في كتابة الفصيح ممكن أكثر خلاك تسولف معانا بلغة عربية رسحة سمعنا خلاص لعدت تفتح موضوع جديد لا صراحة يعني خلطت موضوع يعني مرة تغير لون وجهها تمونوا الصدق الله شوفت معاه الموضوع هذا بالنسبة لي يعني هو موضوع عادي جدا بس الواحد قدر الإمكان هو شخص مؤثر يقدر يخلي أسلوبه أنت ترى تتحكم في أسلوبك وفي طريقتك يقدر يخلي أسلوبه متكلف وهذا ما هم مقبول تماما اللي يتكلف ما هم مقبول لكن فيه شخص مثلا وأنا أتمنى أني أكون هذا الشخص الشخص اللي لغته يفهمها الجميع أنا ما أبغى أتكلم لغة بيضاء أو لغة عامة أنا أتمنى كل منه موجود من جميع مناطق المملكة من جميع أنحاء العالم العربي طبعا لني أتكلم عربي أنه يكون يعرف وش قاعد أقول فلما أتكلم أنا مثلا بلهجتي الخاصة مثلا اللي أسولف فيها مع أمي غالبا الواحد ترى مع أمه يسولف بلهجة قريتهم واللهجة هذه أسولف بها عادي وأنا الحين أسولف بها معكم لكن أحيانا إذا الواحد يتكلم فيه من موضوع ويناقش موضوع على الواقع برنامج واقع يحاول قدر الإمكان أنه يحترم اللي يستمعون ويعطيهم اهتمام ويوصل لهم الرسالة واضحة فأنا أبدا ما أتكلف وأنا ضد أي تكلف بالعكس إذا حسيتوا أن فيه تكلف شكرا أنكم تقولوا الكلام هذا لي هذا يحسن شيء كثير عندي ويخليني أفضل إن شاء الله وأنا ماني متكلف تماما يعني أنا معكم على كل شيء ما قد سمعت مذابك عنا على هو الشوة؟ مذابك الشوة؟ ترى فينا استغششني هنا مذابك اللي هي اللهجة الجنوبية ماذا دهاك شف مذابك وماذا حالك ومنين أنت هذه كلها لهجتنا الجنوبية بس أنا يمكن لأني ما ولدت ولا تربيت في الجنوب أنا من أبناء الغربية ولدت في المنطقة الغربية بين مكة والطايف وجدة فما هيب عندي كثير إلا إذا قابلت جدي وجدتي وأتكلف إلي أن أطلعها معاهم لكن على العموم أفتخر بأي لهجة لك أن تتصور أني أحيانا أحب إذا كنت مع واحد من جنوب المملكة سولف باللهجة الجنوبية ينبسط حتى إذا سولفت مع واحد قصيمي أحيانا تلقى لهجتي القصيمية تطلع إذا سولفت مع وليد الشمر أحيانا هو يلاحظ الشيئ ذا تشبك معي تشبك معي حقتهم حتى القحاطين قبل شوني بلهجتهم تطنع على لساني أنتوا عبداليلة القحطاني حبيبي حبيبي فعموما أحب إذا كنت مع الشباب أني أعيش معهم يعني ما حاول أنعزل وعيش بلغتي الخاصة تفضل أسلم أقول صراحة نحن موضوع كلها مزحي طبعا لكن هذا شيء أساسي من أساسية البرنامج يمكن حتى مشاهدين لاحظوا الشيء هذا اللي هو التنوع اللي قاعد يصير أنت اللي بغتت تجيب قروب عمل لازم تلاحظ التنوع فيه يعني مثلا مثلا جانا ضيك أنا صراحة صراحة أغلب الضيوف الأدباء والكتاب ذكر حلقة حملها على عبد الرحمن عبد الرحمن هو اللي بطلع لنا محاور يطلع لنا الشعر الإنشاد والأشياء هذه تنوع وتوليفه يشكروني دعوتي البرنامج على التنوع هذا والموضوع البسيط وبس ترى شفت هذا كلكم وإذا ما دخلكم موضوع الطاقة كون ثاني طيب شفت في شيء حلو في النتيجة وصلنا لهذا حين في المجلس حلوة ما كنا واصلين للنتيجة قبل شوية والشية أنكم الآن مؤمنين أن فيه تنوع حنا مؤمنين من قبل لا لا وليد مؤمنين فيه تنوع وأن كل واحد عايش جوه بس في البداية حطيته الحمل علي حسيتني أنا شاذ وني مختلف وني جاي من كوكب فضائي أنا نمزح أنا بس بعرج لا تمزح مرة أنا بعرج أنا بعرج نقطتين نقطة الأولى موضوع وليد لم يقول فيه يعني تنوع جميل صراحة في كل البرامج لما يكون فيه مذيعين صعب صعب كل مذيع له أهلية وله طريقة وله تفكير وله أسلوب وله جوه صعب أنه اثنين يتفقون حتى لو اتفقوا ترى فيه ناس فيه واحد منهم قرب للثاني يعني أنا عندي آراء أخذت منها خمسية في المئة ومعاي عبد الرحمن أخذت منها خمسية في المئة هذه نقطة فما بالك في برنامج يومي خمس مقدمين وفيها اختلاف يعني اختلاف وفيه بعد امتزاج مرة حلو هذا صراحة نجاح البرنامج النقطة الثانية امتزاج عجبتني ما رأيك ما نقول لك تخذبني تخذبني حاجة ثانية